ثلاث يام نقري فين الدولة فين الحكومة فين الشرعية بهذه الأصوات المغصوصة يواجه العشرات من العسكريين العيد بالكثير من الحاجة والمآسي في ظل توقف مستحقاتهم الشهرية والامتناع عن صرفها بعد أن تجمع هنا أمام مبنى إحدى شركات الصرافة وسط مدينة عدن ينتظرون ما تجود به الشرعية غابت المستحقات وحضرت الأوجاع في أصوات هؤلاء خصوصاً وأن لديهم في المنازل من ينتظرون العودة ولو بأشياء تذكرهم ببهجة العيد وتقوصه يعني كل غاش في غاش من شأن يعني إذا في معك طفل يقول لك وين حقي البدل يا أبا وهذا مؤخر الرواتب خلال الأشهر الماضية خاض هؤلاء معركة تحرير عدن من قبضة الميليشيا مع رفاقهم على أمل أن ينخرطوا ضمن قوائم المجندين الجدد في المنطقة العسكرية الرابعة حدث ذلك لكنهم حتى الآن لم يتسلموا أي مستحقات وإن تقاض بعضهم فيتعرضون للاستخطاع منها كما يقولون لا تبدو الحياة في ظل الأوضاع الاقتصادية الرهنة في محافظة عدن بخير يضرب الشلل أغلب المرافق لكنه يظهر أكثر هنا في القطاع المالي الذي وثقته كاميرا بالقيس حيث بدت فروع المصارف الرئيسية مقفلة ومتوقفة تماما كما هو حال العاصمة المؤقتة